بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا شباب اتمنى لله انكم تكونوا بخير جميعا هناخد محاضرة النهاردة في اه البرانش بتاع جنرال نيرسنج الفيرست جريد اه في مادة الميديكال نيرسنج الشابتر فور بعنوان نيرسنج مانجمينت اوف جاستور انتستايل اللي هي اضطرابات اللي بتحدث في الجهاز المعبور الاوت لاينز بتاعت اللي كتشر بتاعتنا هنتكلم على ثلاثة اوتلاين هنتكلم على نمبر وان معناها اضطراب هي هي نفس كلمة لما اجي اقول او يعني هي 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 ودي بمعنى اختلال او اضطراب نمبر الضيارية اللي هو الاسهيل وقئ هناخد في كل واحدة من دول والكوزس والسين والسيمتوم والنيرسنج مانجمينت او نيرسنج وازن الكلام ده انتو فاهمين وقلنا في محاضراتنا كلها قبل كده نمبر اه سري في الاوتلاينز هناخد البيبتيك ألصر وهي قرحة المعدة وهناخد الديفنيشن بتاعها والكوزس والسين والسيمتوم والنيرسنج ايه منجمينت والسلايد اللي قدامنا دي فيها في جرس على الجورجنس يعني ايه هي بتاعته اجزاء وايه هي وطبعا اخدتوا بالتفصيل في مادة الاناتومي انتفيسيولوجي اللي هي التشريح ووظائف الاعضاء ودي زي ما قدامكم شايفين كده اجزاء اللي بتكون منها الجهاز الايه الهضم وهنتكلم في الاسلايد دي على الساينز ان سيمتوم اوف جاسترونتستاينل الالتريشن اللي هي ايه هي الترباط اللي بتحصل في الجهاز المعوي عامتا اول حاجة انوريكسيا فقد في الشهية نوزي اندي بوميتنج طبعا قيء وغممان للنفس كونستيباشن انساج ضيارية اسهال جاسترونتستاينل البليدنج في بعض الحالات ممكن يحصل فيها بليدنج داخلي جوه الامعاء البليدنج ده بيظهر ازاي يا اما الباشن المريض يحصل له الستول بتاعه او الديفيكيشن بتاعه البراز بتاعه بيكون ويس بلد مختلط بالدم وتعطيها بنقول عليها ميلينا ميلينا اللي هي ستول ويس بلد اللي هي براز مدمم اوهي ما تمسز اللي هي القيء دموي بوميتنج ويس بلد اوكي والانتستاينل الجازز طبعا فيه غازات في البطن او الامعاء وطبعا بيكون في بين الاعراض والعلامات دي كلها مش لازم تتوجد كل الاعراض مرة واحدة مع بعض ولكن وجود اعراض واحد او علامة واحدة ده انديكيتور مؤشر ان الشخص ده عنده ديس اوردر او التريشن في الجسترونتستاينل ايه وهنا هنتكلم على اول ديس اوردر بيحصل عندي في جهاز الجسترونتستاينل اللي هي الضيارية اندي فوميتنج اللي هي الاسهال والقيل او الحاجة الضيارية هنقض فيها الديفينيشن هو بسج اوف لوس ان فورميت ستول يعني بسطول او البراز بتاع الشخص ده بيكون طبعا لوس يعني اه بوتري اه اه لين او زي ميا مش متكون الكاركترستيكس بتاعة الديفيكيشن عن مثل الكوزس بتاعته اسباب اللي ممكن تؤدي لحالات الضيارية ممكن يكون انفكشن عن طريق البكتيريا او الفيروس او البرازايتس اللي هو الايه الطفيل التلات اسباب دول ممكن يعملوني انفكشن في الجسترونتستاينل ويظهر مع المريض اسهال ضيارية السينو السيمتوم مع الضيارية هي الضيارية اصلا سينو السيمتوم الجسترونتستاينل ايه بس اوردل لكن مع الضيارية اللي بيكون مصاحب ايه فيه ابدومن البين فيه الم في البط فيه ابدومن الكرامبينج تقلصات او مغس يعني في مطقة الابدومن فريكوانسي اوف ستول يعني الشخص ده بيخش الحمام اه فترات اه مرات كتيرة خلال اليوم اه موردان اه سري بردين بدخل اكتر من ثلاث مرات في اليوم وطبعا الباسش بتاعه بتاع البراز بتاعه عبارة عن وطري عبارة عن مية او لين دايما تلاقي فيه حركة الامعاء سامع صوت الامعاء الامعاء بتحرك بسرعة تقال عليها فيه حركة سريعة كده واسمع صوت الايه الامعاء جوه البطن اللي هو البراز ببقى رخوة او عبارة عن وطر مية هنتكلم بقى عن نيرسنج انترفينشن او نيرسنج منجمينت بتاعتنا اول حاجة طبعا هنطبق زي ما تعودنا لنيرسنج بروسس العملية التمردية اول نقطة فيها من خلال طبعا اباوت الهيستوري ايه بس اعني ايه على معلومات معينة جمعها من البيشن زي هو شرب اي مية ملوصة الفترة اللي فاتت ديات اكل اكل مش مستوي كويس مش مطفي كويس يعني اا اكل منتجات الالبان اا مش مش مباسترها كويس اشوف النمط التبرز بتاعه اخباره ايه الفترة اللي فاتت طبعا اسسوا ابدومنا البين وابدومنا الكرامبينج وهيبر اكتيفتي للباول ساوند والفريكوانسي واليورجنسي اند لوسط طولزي يعني هشوف الساين والسيمتومز اللي مرتبطة بالضيارة بعد ما خلصنا طبعا الاسسوسمت ابدل باقي هذا ايه البريفنشن ليى اللي ممكن يحصل لديه الضيارية اهمية افتر او بفور طبعا بحدو نزود نسبة السوائل ياخد حوالي 1.5 ل 2.5 لتر يعني 2 من لتر ومص لتنو ومص لتر من الووتر every 24 hours وممكن طبعا أعمل plus 200 ملي for each loose tool كل مرة ديفيكيشن أو كل مرة ديارية سالب بيدخل فيها التواليت البيشن لازم ياخد بعدها كبية مية يعني 200 ملي يعني كبية مية بعد كل مرة يخش فيها التواليت عشان طبعا أمنع او الكمبيليكيشن زي ايه الكمبيليكيشن اللي ممكن تحصل في حالة الديارية ان الشخص يدخل لي في ايه في ده هيدريشن اللي هو الجفاف طبعا مهمة النقطة دية اخلي الشخص ده يزود في الاكل بتاعه مضمن العناصر بتاعته ياخد واجبات يكون فيها البوتاسيوم عالي زي طبعا البنانا الاكلات اللي فيها ايه البوتاسيوم عالي ده ببعا بتقللي طبعا نسبة الايه الديارية ام مع كده طبعا بدي ايه اه امتي ديارية يعني ايه مضاد للإسهل عشان طبعا مع اه حاجة اه امتي بردوس ميزماتيك مضاد للتقلوسات ده هتخفف البين مع المريض اللي عنده ديارية وهنا هنتكلم على تاني بيحصل في وهو اللي هو القيمة التهيئة بتاعته ان كل المهت ومحتويات المعدة بتخرجpants مخلاص مفررت فيكوات في طريق عن طريق الفم تمام هو ده الوووطينج ممكن يكون لي اثباب كتيرة جدا الفومتينج ده. الفومتينج ده ممكن يكون سببه انسداد في جاسترونتستاينر. يكون فيه اسايتس في انتراكرانية امراض تانية هي اللي من ضمن ساين والسيمتم بتاعتها يحصل لفومتين. فبالتالي هنستعرض سريعا الكوزيس اللي ممكن تأديلي لفومتين. جاسترونتستاينر ابستراكشن واسايتس اللي هي انسداد معوي او حالات الاستساءة. انكريز انتراكرانية زيادة الضغطه جوه الجمجمة نفسها. زيادة الضغطه جوه جمجمة الدمار. ممكن يطلع لي ان الشخص يدق في حالة يا تقيق. دي اعراض وعلامات الانتراكرانية. حالات الانفكشن وخاصة الانفكشن اللي بتبقى موجودة جوه الجسترونتستاينل ولكن يكون سببها فيرل. يكون يكوز بتاعها ايه? فيرل اللي هو انفكشن فيرل جسترونترايتس. التهابات في جدران المعدة عن طريق الفيروس. في حالات في امراض تانية. ممكن تعمل لي برضو يزهر من سين والسيمتون بتاعتها زي والمانجايس والليفر. مشاكل طبعا في في الدماء في المخ ومشاكل في في الكبد. دي كلها ممكن يبقى من سين والسيمتونز بتاعتها واخيرا حالات اللي هي التهاب جدار البروتوني يفسه ممكن يكون من ضمن الساين والسيمتونز بتاعته. وانا اتكلم عن اللي خاصة بالاااا طبعا انا ثريعا مشا نعيد الكلام تاني لازم اعمل بتاعت الفوميتينج والكاركترستيكس بتاعت الفوميتينج والاماونت والكالر والاودر اللي خاصة كلها بالفوميتينج تمام? واخد كل الهيستوري اللي خاصة بالبايشنس على الدايت والووتر والحاجات اللي اخدها انتك الفترة ايه قبل ما ييجي او قبل ما يحدث ايه الفوميتينج. وباخد الهيستوري طبعا لاي ميديكار تروبلم او اي زيزة تعرض له الشخص ده واي مشكلة ممكن يكون سببها الفوميتينج. بعد باخد الهيستوري دي ده كله المفروض بعمل في لازم اتأكد ان يوري الاوتبوتش اه كويس. وخلال الساعة يكون طلع تلاتين صمتين. سازم الشخص ده طبعا ياخد كمية كافية من السوائل. اصلا خلال اربعة وعشرين ساعة زي ما قلنا من اه من اه لتر ونص الاتنين لتر ونص يوميا. وزوت الايه الفوميتينج. بيشن لازم احسب طبعا كل السوائل اللي داخلها خلال اربعة وعشرين ساعة. نسبة مهمة جدا. اللي هي ايه? نسبة الاقتزان السوائل في الجسم وده اخرناها قبل كده. عشان لو هي مش طبيعية. الشخص طبعا لازم يبقى ايه? انه يتحجز في المستشوى عشان اشوف نسبة لو فيها امبلاس. لو فيها اختلاق. وهنا طبعا اول من البيشن تبقى بيبقى في الهوزبتل. لازم تقوم طبعا بكوليكت البلاد. عشان طبعا تشوف نسبة يعني تعمل كيميكا اللي هي فحص او تحليل كيميا عشان تشوف نسبة الاكترولايت ويتبلغ طبعا الدكتور لو في اي حاجة ابنورمالاتيز. اه تقوم الموردة طبعا بيأسس او منتور بتشوف مستوى وعي الشخص ده اه خلال كل ساعتين. بتشوف طبعا نسبة السوايل في الجسم كل اربعة من ساعتين ل اربعة ساعات. يعني بقيس نسبة نسبة السوايل في الجسم عن طريق مستارة القياس بتاع السوايل. زي نرسو بيأسس في اسكال كده في ميزان بقيس بيه آآ مادة تحمل الشخص لقلم او درجة القلم. فبعمل اسس منت للبين وبناء عليه لو في اردر بين الجزية بالمسكن ابدأ ادي المورفين از دكتور اردر لو طبعا موصوف طبعا بناء على تقييم الالم از دكتور زي نرسو لازم تشوف مستوى طاقت والوريانتيشن والوعي وطاقت الشخص اللي معاها في كل وتكتبتي تقرير عشان طبعا يبقى في فولو اوب للحالة. هنبدأ في تالت دوس اردر بيحصل لي ممكن او في الجسر والتستينال وهي الببتيك الثر. ببتيك الثر يعني ايه قرحة المعدة. زي ما احنا شايفين الالثر اللي علامة الحامرة عليها سهني كلمة الالثر والهي القرح الصغيرة اللي بتبقى موجودة جوه الايه جدار المعدة. عندنا شايفين كلمة الثر مكتوبة بالابيض والاسود عندكم مؤشر فيها قرحة كده زي التهاب موجود في جدار الايه المعدة. وهنا ناخد بتاعت بيبتيك الثر. بيبتيك الثر. بيبتيك الثر. او قرحة مخطوحة او جرح او التهاب موجود في جدار الامعاء. ممكن تكون في اول جزء من المعدة من قدام. الوافق في اول انتستينال او في في اخر الايه جزء من المعدة. هنا بتبقى مكان البيبتيك الثر ومعنى كلمة بيبتيك الثر زي ما قلت لكم هي عبارة عن ايه اه سورس قرحة او او موجود في الستمك. عندي تلاتة في ودي تحصل في جدار الامعاء عمتا او المعدة عمتا سوري في جدار المعدة بيكون الالسر جوه جدار المعدة. دي بتكون بتكون في اول جزء من منطقة الايه? الامعاء. في اول جزء من الامعاء. وفي في اللي هي بتكون موجودة في يعني الالسريشن في التلات اماكن دولي. الجستريك الالسر والدودونية الالسر والسوفيجال الالسر. وهنا يتكلم على الكوزيس اوف بيبتيك الالسر اول ريسون. يبقى كوزيس اوف بيبتيك الالسر ديزيز. اول حاجة حالات الانفكشن العضوى يوز اوف اه بين كيلارز. الناس اللي بتاخد قاتل للالم كتير يعني بتاخد دايما اه انت انفلوماتوري دراج او بتاخد اه انت انالجيسك دراج اه بتاخد دايما اه ادوية بدون اه بدون ضرورة دي مضادة الالتهابات اه قاتل للالم مسكنات الاسبرين البروفين اي ادوية من الفصيلة دي كلها بتاثرلي على الليننج بتاع الاستومك على جدار ايه المعدة وممكن تعمللي حالات البيبتيك الالسر. اكسسي في الكوحوليزم ناسل اصلا ليه الكوحوليزم والمخدرات والكوحوليات دي كلها برضو بتاثرلي بتاع الاستومك والاسموكينج والهافنج رادييشن تريتمنت والناس طبعا اه ربنا يعفو عنا وعافينا اللي بتكون بتاعرضوا ليه اشعاع ده بيأثر برضو على البيبتيك الالسر او جدار المعاء وتعمللي بيبتيك ايه الالسر. والسلايد اللي قدامنا دي هنتكلم فيها على الصين انت سيمتوم توف ديبتيك الالسر هي اعراض وعلامات قرحة المعدة. اول حاجة بيكون في بيرننج بيكون طبعا في حرقان وقلم في الميدل والابرستومك في الجزء الايه العلوي من المعدة. طبعا البين ده ممكن يكون 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 اثناء الوجبات او بعد الوجبة بساعتين او بيكون في نايف بالليل البرننج ده من الايه من الفودز جوى الاااو الاستومك. هيرت بيرن حرقان عند القلب بتحسب حرقان عند فم المعدة. هانجر وان ان يبيتي فيلنج زااستومك دايما الشخص ده بيكون حس انه بجعان اول معده فاضي على طول احساس بسيط بالقيق وغمامين النفس حس بعض مراحة وفي غازات في البطن وطبعا قلتها لكم اللي هي الهيمة تمسز اللي هي قيق مدمة والدارك بلد ستول ودي قلتها لكم انه هي الميرينا اللي هي ستول والبلد وفي بقية لص في فقد في الوزن ولص في الابطايت في فقد في الشهية ممكن يكون في سيفير بين الميلد تو ابر ابدمين ويكون في منطقة البطن من فوق او في نصها بيكون في قلم شديد جدا دي كلها السين والسيمتوم بتاعت البيبتيك ألسر وارجع اقول لكم برضو مش جازم كل السين والسيمتوم دي تظهر مع بيشن واحد كل مرة ممكن يظهر بعض من السين والسيمتوم دي وممكن بعض اخر يظهر مع حالة تانية ولكن دي سين والسيمتوم مجمعة للبيبتيك ألسر وهنا زي كومبرازون ما بين الايه الدودينيال ألسر والجاستريك ألسر من خلال البين ليه لان البين الوحيد اللي بيختلف في الجاستريك ألسر والدودينيال ألسر لان كل السين والسيمتوم بتاعتها واحدة ولكن بيختلفوا بالبين يبقى اذا هنعمل الكمبرازون die المقارنة دي ما بين الدودينيال ألسر والجاستريك ألسر من خلال الالم اول حاجه السين والسيمتوم Crohn whole Sae andental اول حاجه في الجاستريك ألسر اللي هي في إيه؟ جاستريك بين افتر الميل or during the mill يعني فيه الجاستريك في قرحة المعدة لما تكون في جدار المعدة كلها بيكون فيه قلم بعد الوجبة على طول او أثناء الإيه؟ الوجبة يعني أثناء الأكل أو بعد الأكل الناحية التانية في الدودنيان الجسترق بين بيجي بعد الاكل بساعتين بيجي بعد الاكل بساعتين يعني تقريبا لما يكون في الاستومك لما الاستومك تكون فضيت حصل هضم للأكل فيبدأ يحس القلم يبقى دي اول فرق بين الجسترق والدودنيان تاني سمتوم عندنا والنوزياء والفوميتين بيكون في قلة فيه الشهية والغممان النفس والفوميتين في الدودنيان بيكون معاها هارت بير في حرقان على فم المعدة في قلة في الاكل من شخصي عنده فيه لوسة بطاعت مش عايز يأكل اصلا فقد في الشهية الناحية التانية بيفيه يكون جود نيتريشن في حالة صحية من التغذية كويسة هنا في لوسة في الويت طبعا عشان فيه لوسة بطاعت في فقد في الشهية وما فيش اكل فالشخصي ممكن يوزنه ايه يقل الناحية التانية ممكن يكون نورمال يكون معدل الطبيعي بتاعه من الوزن ونو ويت لوس مفيش فقد في الوزن كويك ريكوفيرينج الحالة دي ممكن يحصل لها ريكوفيري بسرعة او بنقدر يتحكم فيها الناحية التانية انها بنحصل لها اكتشف بدري في بنعالجها فيكون فيها ريكوفيري الناحية التانية طبعا بيكون فيه بتاخد وقت شوية لما نبدأ ايه يحصل لها ريكوفيري والسلايب دي هنتكلم فيها في الليبراطوري تستست ازاي اعمل دياجنوز للبيبتيك ألسر ازاي شخص حالة البيبتيك ألسر طبعا اول حاجة طبعا فيه ابرجسترونت سنينر اندوسكوبي اللي هي اي جي دي اي اي جي دي اللي هي بعمل منذار للمعدة عشان اتأكد طبعا عن طريق الاندوسكوبي اني فيه ألسر في الاستومات اكس ري ممكن اعمل اكس ري اه على الاستومات فيه سطول بلد تست بعمل تست للسطول والتيست للبلد اشوف طبعا اي ابنورماليس فيها وادور على الانديكيتور اللي ممكن يكون قوز للبيبتيك ألسر طيب دايما التريتمنت بيعتمد على ايه النقاط اللي قدامنا دي اول حاجة لازم اعمل تشينج للايف ستايل بتاعت البيشن دي اعدل من نمط الحياة بتاعه والهابتس بتاعته ألسر ميديكيشن قدي طبعا ادوية خاصة به الألسر اس دوكتور اردل قدي انتيبيوتيكس عشان طبعا مفروض الألسر يعني فيه انفكشن مضضحي طبعا اس دوكتور اردل ابر اندوسكوبي في بعض الحالات بنستخدم معاها العلاج الاندوسكوبي عن طريق العلاج العلاج عن طريق المنزار السيرجري في بعض الحالات ممكن نعمل لها جراحة وطبعا لازم اه ازبط بتاعت البيشن او الحمية الغذائية اللي خاصة بالمريض ده عشان ان شاء الله يتمل ايه الريكافر والسلايد دي هتكلم فيها ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من اللي ورا ما عملتش لها او الحزنة ممكن يحصل طبعا والبليدنج ده هيبقى طبعا سيفير هيبقى عن طريق اللي هو اللي هي ما تمسز او عن طريق الملينة اللي هي عن طريق فيها ممكن يحصل يزيد الالتهاب ده والقرحة يزيد جامد ويحصل برفوريشن زي التهاب واختراق او فتحة من الارجن ده للارجن اللي بعد ويطلع للبروتونايتس وتبقى مشكلة جبيرة طبعا وممكن تحول لي لسبت سيمية تسمم طبعا ممكن يحصل ويحصل دي كلها ممكن تحصل من وهنا هنكون وصلنا بالسلايد دي للنيرسينج مناجمينت للخطة التمريدية او الدور التمريدي اللي حضرتك هتقوم بيه مع بيشن عنده بيبتيك ألسر وطبعا حضرتك كاستوف نيرس لازم تبقى ديبندنت على كل الداتا اللي احنا قلناها قبل كده المعلومات اللي احنا قلناها قبل كده تبقى أوريانت بيها عشان يكون عندك كمية من الانفورميشن اللي يقدر تشتغل بيها مع بيشن عنده ايه بيبتيك ألسر وقسم شغلك دايما مع النيرسينج منجمينت في دور البريفنشن الوقاية خير من العلاج فهنا تدعو السودوكيشن باوت البيبتيك ألسر ايه هي البيبتيك ألسر او نستسري ملاش اي لازمة او افويد الميديكيشن زي الكورتوكوسترويد اللي هو الكورتوزون واوبردوز من الاسفرين افويد الميديكيشن النستسري عامة ده طبعا هيعمل لبريفنشن او هاعمل اقدر اعمل بريفنشن من البيبتيك ألسر ديزيز وهنا بقى هنطبق نيرسينج انترفنشن تدخل التمريد اول حاجة طبعا أسيسمينت البيشن كويس عامل تقييم للشخص كويس جدا وآه بشكل اخص اشوف بتاعته اللي هي والبالس والرسبيريشن والبالس بريجر او او اعملها اقفلها خالص او اطعها خالص لو المريض حصل له معايا لازم اعمل اشوف والكونتينت والأودر اللي خاصة بالفومتينج اللي تم يعني اشوف ايه اقيم كمية القيء دي وخصائص بتاعتها وسجل الكلام ده في خريزة السوايل والاوتبوت ويعتبر ده من ضمن اللي هي ايه الخارج من جسم الانسان طبعا بحط زي عند يتم فيه الامسز عشان اقدر اشوف الاماونت اللي خارجها طبعا بعد ما بحصل لازم اعمل ماوس كير كير للعناية او بفم المريض بعد الايه الفومت لو في ميديكيشن بيتاخد مضاد للقيق طبعا ادي للبيشن عشان طبعا ابقى كنترول على الكيس والاصلاير دي طبعا للدور التمريدي وتدخل التمريدي اه في طبعا بدي ان هو قدي مضاد الحموضة طبعا بوناها على اوامر الطبيب طبعا واجبات تبقى صغيرة وعلى فترات يعني واجبات صغيرة خلال ست على ست مرات في اليوم بدل الحمية الغذائية بتاعته زي ما الدكتور وصف التغذية بتاعته ياخدها لازم ياخد كمية كافية من السوائل ياخد كمية كافية من الراحة طبعا بعمل يعني مساندة للبيشن وده قلناها قبل كده ان انا طبعا اسكى بجاوب على اي سؤال للمشكلة اللي عنده افويد الاسبرين طبعا لانه بيزود نسبة الهيموريج والبليدنج وخاصة لو فيه بليدنج في السطومات يعني فيه ملينا او هيماتنسيز اللي هو نزيف قيل مدمم او براز مدمم فهيز نبقى اعمل افويد الاسبرين بحاول الاحظ اي مضاعفات ممكن تحصل على المريض طبعا براحز البيديكيشن كواس جدا مع المريض اثناء اه طبعا اه اعطاقوا العلاج ده ولو فيه صيد افكت ظهرت ابدأ الاحظها واعمل وبنقطة النيرسينج منجمينت في البيبتيكالسر دي تعتبر اخر نقطة بحضرتنا النهاردة واتمنى من الله تكونوا مركزين معايا وتكونوا استفدتم من الجزء اللي فات ده لان الشابتر فور اللي هو خاص بالجسترونتستينا ده مهم جدا بالنسبة لمادة تمريض البطنة فالمفروض حضراتكم تكونوا مركزين كواس جدا وعارفين ايه الدست اردر اللي بتحصل في حالات الاضطراب المعوي لان دي من حالات الكمال اللي بتحدث وبتدخل نعاني المستشفى فاريت تكونوا استفدتم معايا وركزتم معايا في النقاط دي كان معاكم دكتور نادرة محمد المدرس بالمعهد الفن الصحي بالاسماعيلية اشوفكم على خير المحاضرة الجاية اشتركوا في القناة